طريق قومي يعملي بقى احنا الدول العربية لما خدت استقلالها كان تولى تقريبا كل الحكومات تقريبا يعني معظمها ومع المكلمة عن الجمهوريات زباط جيش الجيوش العربية هي اللي تولت قيادة البلاد المصر بقى وقبلها سوريا وشوال عراق طبعا نتكلم فلانا على عب سلام عارف وعب كريم قسم يعني سيطرة تقريبا من الجيوش اللي نكلم في السودان نفس الحكاية وكله واليمن سيطرة من العسكريين فحصل ايه حصل انه الدول العربية بعد الاستعمار ما تطورتش ولا تقدمت ولا حياتها ما تحصل فانا لازم اخلق هنا ايه لازم اخلق هنا سبب فالسبب يبقى ايه يبقى الغرب والاستعمار ولازم هنا اعمل فاعمل انا ايه هنا بقى اكلم على الوطن المهدد والوطن الايه وبنروح بالدم ويبقى الزعيم عندك هو بقى اللي بروح بالدم نفد الزعيم ونلخص الوطن في الزعيم ويبقى فيه عبادة الفرد والحاكم الاوحد طيب الحاكم الاوحد ده جاي من منطقة الجيوش فيبقى النموذج ايه الفارس بقى خذ ابن الوليد القائد العسكري البطولات دي تبقى ديها البطولات بالنسبالك ويبقى برضو الموت عادي وطبيعي وثقافة الموت هي الثقافة السائدة ويحصل التوحد هنا بقى زي مولك اطبقى الطيران علينا الطيران علينا الطيار بقى القوم العروبي والطيار الاسلام السياسي عشان يقولوننا ان الموت احسب من الحياة شيء يجب ان ننتبه له جيدا خصوصا فيه ظروف حرب غزة والحرب اللي بتخط بكل همجية وكل انهاب وكل عنف وكل قصوة وكل بشاعة وكل شناعة على الشعب الفلسطيني في غزة فنفهم كويس اوي انه هدفنا هو الحياة وحياة الشعب الفلسطيني ليس ابدا هو موت الشعب الفلسطيني وكل روح فلسطينية هي من ما ثابت وكأنك قتلت الناس جميعا الكلام الرخيص اللي بيرخص الروح الفلسطينية يجب ان يتوقف يجب ان نتعقل ويجب ان ننتبه ويجب ان لا ننساق وراء هذه الدعاوة التي انسقنا خلفها خمسة وسبعين عاما فكلما خرجنا من حفرة سقطنا في حفرة وكلما تعثرنا في حفرة تعثرنا في حفرة وكلما فشلنا كلما فشلنا اكثر وكلما فشلنا اكثر كلما فشلنا اعمق فارجو ان تكون هذه لحظة الحقيقة وساعة الحقيقة لا ان نبكي جميعا ثم نسأل انفسنا ومن الذي سرق المصحف